النجمة يسرى فنون مع نبين محمود على ميجا أفقام إحنا الستات تفاصيل حياتنا كتير تفاصيل ما نقدرش نستغنى عنها ولا نتحرك من غيرها شايلين أفكارنا أحلمنا وأسرارنا في شنطة وكمان شايلين فيها همومنا وهموم أهلنا وناسنا قالوا بيسألونا في الآخر شنطة الستات كبيرة ليه؟ نون النهاردة فنانة وإنسانة استثنائية حضورها وفنها خلونا نحبها بدون تفكير وجدعانتها وإنسانيتها خلوا كل اللي يعرفوها بشكل شخصي يعشقوها ومع إنها محترفة في التمثيل إلا إنها عمره ممثلت علينا برحب النهاردة بضفتي في برنامج نون النجمة الجميلة من بره ومن جوه يسرى مساء الفل مساء الورد تسمحين النهاردة نفتش وشنطتك؟ ما بحبش حد يفتش فيها بس عشان خاطرك حاطر مهم أنك تبقى نسمح نسمحك أول حاجة هنفتش في شنطتك فيها النهاردة هي البطاقة وإيه الإسم الإسم طبعاً اللي اخترتيه وإلي غيرتيه لكن أنا عايزة الأول قبل ما أدخل فيه الإسم عايزة أعرف الحلم اللي وراء الإسم أول مرة حلمتي بإسمك في مجال الفن والتمثيل كان إمتى؟ بعد لما اتفرقت يعني على خلي بالك من زوزو وأنا راح أبي أنا كنت قريت إن السيدة سعاد حسني بتعمل حاجة اسمها ألف بوسة وبوسة وبتحضرها فقلت الله بتعمل حاجات حلوة قوي الستة دي فتعدي الأيام وتيجي الأيام وأنا اللي أعمل ألف بوسة وبوسة وسعاد حسني تعتذر عنه وأنا مبكتش بفكر في التمثيل وحلم من أحلامي تحقق إن أنا عملت ألف بوسة وبوسة ما كان سعاد حسني؟ أيو كان سعاد ويا ليها كانت مرفة أمين وبعدين قرروا إنهم يجيب وجه جديد تمام ده بقى سؤال التاني يعني حضرتك طلعتي في وقت كان فيه نجمات وفيه أسامي كبيرة جداً وحضرتك بكل أنا مش عارفة بقى هي كانت بساطة ولا كانت إزاي وصلت إنك أول طلع كده كانت بطولة في وسط الأسامي دي كلها يعني اعتبريني إن أنا كنت فعلاً ربنا يعني كان كاتب لي حظة حلوة قوي إن الأستاذ عبد الحليم نصر هو اللي يديني أول فرصة وهو اللي قرر يديني بطولة وهو أول واحد قال لي ما فيش حاجة اسمها تنازل عن المكانة اللي انت فيها لو ده أول وآخر فيلم هتفضلي كده تبقى اسمك عملت فيلم واحد وكنت باطل إنما ما تتنازليش عمرك عن مكانة البطولة وقال لي كمان نصيحة يعني قال لي لازم تاخدي بالك ما فيش حاجة اسمها احتكار تقبليه انسي حاجة اسمها احتكار فدولة حطيتهم كده حالة أفودني ومشيت على نصيحه الحقيقة الله يرحمه وعمره ما قال لي كلمة لي ما كانتش حقيقة أو ما كانتش تستاهل إن أنا أخد بالي من اللي هو قال وكانت الأول مرة تطلقي على نفسك اسمي وسرى ولا كنت لسه باسمك سيفين أنا لسه اسمي سيفين ولسه اسمي وسرى لأنهما اسميني الحقيقة هما الاتنين أسمية يعني في البطاقة يسر طب وليه مشهورة باسمي وسرى ليه سيفين ولا يسرى الاتنين الاتنين بيعملوا يسرى اللي احنا عاد فينا دلوقت أنا بقى كان عندي جدتين أخوات اللي هي والدة أمي وواحدة قالت أنا عايزة أسميها وسرى لأنه وشها حال والتاني قالت سيفين علشان ده اسمي تركي ودي الوردة التي لا تموت أو لا تزبل يعني فقرروا بقى يسموني الاتنين هو تسميت الاتنين هل لما بيكون الست اسمين ده بيخللها برضو وجهين اللي عملة واحدة هلكي شخصيتين أو كل واحد فينا عنده أكتر من وجه كل بني آدم ربنا خلقه على وش الأرض بيبقى عنده أكتر من وجه أنت بتستعملي الوجه ده إمتى ومع مين هو ده الفرق إنما كلنا عندنا أكتر من وجه أكيد أكيد زي ما كل واحد فينا عنده الخير والشر زي ما كل واحد فينا بيحب يضحك وينبسط وما بيحبش النكد لكن تلاقيه مساء ممكن يكون كارف على نكد شوية زيادة يعني يا عرفة كلنا بيبقى فينا الحاجات دي يعني إحنا معمولين من نصين حضرتك برضو من بداية مشوارك عايزين نعرف يا ترى هل كان فيه أدوار معينة أو اختيارات معينة قررت إن أنت لازم تمشي فيها وحاجات بعدتي عنها علشان تعملي الاسم ده الاسم دلوقتي يسرة وتحافظي عليه بسي في الأول إحنا ما يعني لأتصور أن أي حد فينا ممكن يناقي في الأول أنت في الأول بتشتغليه بس بس ما بتبقيش عارفة يعني أنت هتشتغلي إيه ومع مين وحتقراري إيه وخطك هيبقى إزاي مش ده ده بييجي معاك مع الوقت ومع الخبرة ومع الشغل ومع نوعية الناس اللي أنت بتتعاملي معاها وإنت عايزة إيه من وراء شغلتك بعد شوية بس ساعتها لأ بتدايت حياتك بتبقى مختلفة تماماً عن بعد سنة وبعد ثلاثة وبعد خمسة من مشوارك بتفرق كتير الخبرة بيبقى عليها عامل بتشوفي نجاحاتك بتبقى من خلال إيه ومع مين بتقيمي أنت وصلت لإيه ده شيء بيختلف يعني الحاجة الغريبة قوي في مشوارك إن أنت كان فيه في موقف معين خصوصاً مع حلم حياتك أو واحد من أحلام حياتك إنك تشتغلي معاه وهو الأستاذ يوسف شهين لما عرض عليك أول فيلم ساعتها أنت لأ اختارتي مع إن كان نفسك تشتغلي معاه لكن رفضتي أول عرضي ليه في الفيلم أنا رفضت عشان خفت أفشل لو فشلت مع شهين هعتبر نفسي فشلت في نص حياتي الفناء وأنا ما كنتش فاهمة ما كنتش فاهمة يعني أقرأ ساي يا السيناريو أكتر السيناريو قريته هو ده عشر مرات أقرأ الصفحة عشر مرات أبقى فاهمة الصفحة كويس جدا أقلب الصفحة قولنا أنا بقيت في مسلسل تاني ولا في فيلم تاني ولا في حدوتة تاني اللي ده رجل أنا رحت وقلت له قلت له أنا مش فاهمة حالي أنا مش عايز أشتغل معاك عشان مش فاهمة معاديات فهمني يا مش حشتاخ قلت له كده قلت له وبعدين مش عاجبني الدور اللي انت مجيهوني عاجبني دور أمال الزوجة أكتر من دور الأخت قال لي كمان بتتأمري يعني وقلت له آه يعني أنا بقولك بجد يعني مش عاجبني الدور سبنا بعد تلت تشهر تقريبا وفجأة لقيته بيصحيني من النوم وبيقول لي قومي هديك الدور اللي انت عايزاه هتعمليه هتشتغلي معاه كنت فرحانة جدا وخايفة جدا 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 لأني مش حاسمح لنفسي كنت أفشل ويا هل كان ده أصلا وارد انك تفشلي مع يوسف شهين آه لو مش فاهمة ممكن أفشل أستاذ شهين قال انت الوحيدة اللي ما قلتنيش إنما يمكن انت ومحمود المليجي لن أنساها قلت له ازاي بقى قال لي محمود المليجي ما كانش بيقلتني بس كان بيرفهم كويس قوي أنا عايز محمود المليجي ده من أعظم الفنانين اللي جمع على وجه الأرض قلت له يا نهارة بيدي يعني انت بتقارنني بي قال لي لأ أنا مش بقارنك بي أنا بقول انت ما قلتنيش وهو ما قلتنيش وده شيء مهم جدا نروح بقى للخانة التانية في البطاقة وهي الوظيفة وطبعا كلنا عارفين فنانة بجدارة ومثلة رائعة في شنطتك أكتر من مئة فيلم واحد وعشرين مسلسل ثلاث مصرحيات وقلبومين غنائيين الأرقام صح؟ يعني تقريبا أه هل الشغل فعلا في حياتك هو اللي بيأيدنتفاي أو بيقول يسرى مين؟ بسي أنا أنا ست بعشق الشغل وطول ما ربنا على فكرة الشغل ده نعمة نعمة عظيمة ربنا يدمها يا رب على الواحد انك انت تعرفي تستمتعي بان ربنا مديكي القوة انك انت تشتغلي وتقدمي حاجة جديدة لكل الناس لكل حياة انت بتخدمي المجتمع دون أن تدري لو بتعملي مشهد انت شريرة فيه انت بتخدمي المجتمع علشان ناس تفهم ايه هو الشر وإذا بتعملي حاجة كويسة برضو بتخدمي المجتمع يعني دايما بتعملي شيء والفن ده مساحة عظيمة انك انت تقدري الصغير والكبير والجاهل والعقل والأديب وياخدوا منك حاجة حضرتك دايما مركزة كمان في قضايا بتطرحيها سواء في أفلامك أو شخصيات كمان نسائية بتحاولي تعالجع من خلالها قضايا فهل كمان بيساعدك وجود مخرجة ست أو كاتبة في إنها تطلع من يسرى جوانب تانية ما بانتش مع راجل مخرج أو كاتب بسي أنا ضد إن أنا أقول الست بتطلع فيها حاجات لأ مرات الراجل بيطلع مني حاجات أكتر من الست مرات الست ممكن تبقى عايزة تحجمني شوي زي دي غيرة ولا إيه؟ لأ 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 تحجم الشخصية ممكن الراجل يشوف الشخصية وجهة نظر مختلفة عن الست فكل حد ليه ميزة معينة إزاي يطلع أو المستخبي زي ما بيتقال في كل شخصية حضرتك برضو في الوظيفة حضرتك سفيرة للنواية الحسنة من طبعا برنامج الأمم المتحدة ودلوقتي كمان في التوعية للإيدز فدي برضو من القضايا لحضرتك دلوقتي مركزة فيها بس أنا عرفت إن مفروض فيه في سنتين حتسفر 21 دولة مثلا؟ في خلال سنتين أنا مسؤولة عن 21 دولة في المنطقة فيها هذا المرض إحنا لو قدرنا نسيطر عليه لو قدرنا إن إحنا نقلل نسبة العدوى لو قدرنا إن إحنا نلاقي الأدوية ونقدر نقدمها بشكل أرخص لو أنا بتمنى إن إحنا نقدر نصنعها في مصر زي السبع اللي بتمنى إن إحنا نقدر نصنع دوات فبالتالي حتوفري المبلغ وهتوفري إن ده يكون متوفر وتدي للريجن كله إنتي اللي تساعتها هتصدري للريجن كله للمنطقة كلها الواحد وعشرين دولة لإنه حيكون أرخص مما بيجي من بره ده في حد ذاته تعرف الحامل للمرض الـ HIV ممكن يعيش عادية جداً زيه زي مرض السكر زي ضغط زي الحاجات دي وإزاي تتحاشي إنك تعديل قدامك يعني فيه متعايشين كتير جداً بيعيشوا حياة عادية إحنا اللي بنخليها حياة صعبة على اليوم المجتمعات البشر إيه تاني من القضايا نفسك تتبنيه وتخليه أسهل بالنسبة ليه اللي بيعانوا من القضايا دي أنا أتمنى إن كل يعني كل القضايا بتاعتنا كبيرة يعني قضايا الفقر قضايا الصحة قضايا الأمراض المستعصية اللي عندنا قضايا التعليم أتمنى إننا يبقى عندي عاصة سحريقة قدر أحل كل ده نروح للخانة التالتة في البطاقة وهي الحالة الاجتماعية الرجل في حياة المرأة خصوصاً لما بتكون نجحة سواء كان زميل أو صديق أو زوج أو أب أو ابن أي مكان يا طرق لأي مدى بيأثر في حياة الست النجحة؟ الراجل اللي بيساعد الست على النجاح ده بيبقى أساس في حياتها وثقي إنه نوع الراجل ده بيبقى عنده ثقة كبيرة جداً في نفسه بيبقى قوي الشخصية متصالح مع روحه عشان يقدر يمنح الست النجاح ده كله وده قليل لما بتلاقيه في الرجل الشرقي الحقيقة لكن لما بيحصل بيبتدي هو يتصالح مع الحالة نفسها أنا زي ما بشوف إن الراجل ما قدرش يعيش من غير المرأة أنا بشوف برضو إن الست ما تقدرش تعيش من غير الراجل بس لو ملقتش الراجل اللي سنده في نجاح هتعمل إيه؟ بسي يبقى يعني لما الاتنين ما بيلقوش بعض بيبقى في حاجة نقصة في الحب أو في الارتباط نفسه أو في نوع الارتباط نفسه إنما الحقيقة الحقيقة لما الاتنين بيحبوا بعض ثقي إن كل واحد بيقدم المكسيموم للتاني لو رحنا بقى ليه شنطة يسرى والتفاصيل أكتر وروحنا للمرأة في شنطة كل ست خصوصاً لما بتكون الأمر زيك في مرأة بحطش مرأة في شنطتي خالص خالص عايزة أقولك بسيقى بقى بنسى أبص في المرأة لا ده مرات كتيرة قوي أبقى سايحة عناية بتاع مش عارف يقولولي يعنيك سايحة ليقولهم معلش بقى خلاص نصيبكوا كده نصيبكوا كده تأمر في كل حالات بسيقى روح قلبي ربنا يخليك بس لو اتكلمنا النهاردة عن المراية بشكل رمزي شوية بعد كل المشوار ده والنجاحات والعقبات اللي عدتيها وإنجازاتك لما بتبص النفسك في المراية دلوقتي بتقولي ليس رأيه بقول الحمد لله إن ربنا قدرني أعدي كل الصعاب اللي كان ممكن يعطلني في حياتي وإن أنا أنجزت في حياتي حاجات حلوة حاسة أنا لسه ما عملتش ولا حاجة يعني بكل يعني أنت شايفة أنا نجحة جدا يعني أنا حاسة أنا لسه قدامي حاجة أقدي لحد لما موت في الفن ولا في الحياة؟ أصل الفن هو حياة والفن هو حدوتة كبيرة جدا بتقدر يتمارس فيها كل أنواع الرسائل من خلال الفن فالفن جزء من حياتي كبير جدا جدا ما قدرش عيش من غيره إيه الحاجة اللي بتحب دايما تبقى منعاكسة في مرايتك أنت تشوفيها في مرايتك؟ بحب أشوف الفرحة إنما ما بحبش أشوف الحزن دللي بتخبيه؟ ما بعرفش أخبيه قوي برضو يعني بحاول أخبيه بس مش بعرف أخبيه قوي ولو في شخص في حياتك هو مرايتك يبقى مين؟ جزء ببقى وحشة في حاجة يقول يوحشة جدا هنا كويسة جدا هنا أنا فخور بيك جدا هنا أنا مبسوط منك جدا هنا الواحد لما برضو شغله بيزيد وخبرته بتزيد فيه مفهوم عنده بيتغير تجاه أشياء أو حسيس حاجة وانت صغيرة بتتغير مع الوقت مع التجارب ومش عيب إنها هتتغير على فكرة يعني ممكن جدا إن يكون عندك وجهة نظر في حالة معينة أو في حاجة معينة مع الوقت بتلاقي إن كنت وجهة نظر كانت خاطئة أو ساعتها وجهة نظر الكنف كده والمسألة كلها تغيرت مش عيب إن احنا نعترف بدأ أو نغير وجهة نظرنا أصلا مش يعني أنت مش بتغيري يعني مبدأ أنت بتغيري وجهة نظر ممكن تكوني شايفاها من زاوية معينة فشايفاها بشكل محدود هل نظرتك للشهرة دلوقتي تغيرت عن زمان؟ أه طبعا المعنى تغير معي مع الوقت كل شيء تغير مع الوقت يعني زي ما نكونا بنتصور إن الفنان ده عايش يعني في برجة عاجي ومبسوط والدموعه دي عبارة عن لولي وبيعرق برفان وعايش في السماء السابع يعني آه حاجات كده إنما الحقيقة مش كده خالص الحقيقة مش كده خالص الحقيقة إنه البني آدم مننا أو الفنان بيبقى مهموم بمشاكل كتير جدا جدا في حياته والشهرة ما بقتش أحلى حاجة دلوقتي زي ما كنت بتشوفيها زي الشهرة الشهرة جميلة وبتديكي واللي يقولك إنه هو أصلي زهقت من الشهرة أصلي مش لا لا كان كداب جدا أو كدابة جدا الشهرة ليها جمالها وليها قوتها وليها تأثيرها تأثيرها على صاحب الشهرة نفسه اللي هو اللي بيشتهر وعلى اللي حواليه بالعكس دي نعمة لو هو عمل كل مجهود ده ومحدش عارفه هيزعل هيتدايق ويحس إنه عمل حياته آه إنما لو عمل مجهود ويتعرف والناس أبريشييتد المجهود ده هو تحبت المجهود ده أو ده بيبقى إنجاز في حد ذاته فلا الشهرة ليها جمال وليها كل حاجة حاجة الوحيدة اللي ممكن تتدايق في الشهرة إنك ما عندكيش خصوصية والخصوصية دي مهمة جدا أنت لازم تخلقيها لنفسك يعني أنا الحاجات اللي ما بحبهاش السوشال ميديا بحيث إن أنا مقتحمة وآه ما بحبش حد يقتحم حياتي كان اللي عندي فيسبوك ولا عندي تويتر ولا عندي الكلام لإن بحيث إن أنا بقحم العالم في حياتي الشخصية وده مش من حقه حياتي الشخصية بتاعتي أنا أنا أقول لك اللي ممكن أقولولك عنها لكن ما أصبحش حق مكتسب يعني يسرى دلوقتي بتبص للجمال إزاي هل نظرتها للجمال اختلف عن قبل كده؟ لا طول عمري وبص للجمال بشكل مختلف الجمال فيه جمال شكل رائع أول ما تتكلمي تنسيه جمال عقل يخليك تعشقي لقدامك حتى لو ما كانش على قدرة من الجمال الجمال الداخلي هو اللي بيبقى معاك مدى الحياة يعني مهما العمر عدى جمالك الداخلي هو اللي بيطلع على وشك فبالتالي بتستلحي مع كل خط مع كل زمن مع كل لحظة من عمرك مالقي الحاجة اللي عمرها متغيرت في وسره ودايما زي ما هي موجودة في الملايين دلوقتي بحاول أكون نقية طول الوقت بني وبالنفسي بحاول أكون متسامحة بحاول ومرات بتقدري ومرات ما بتقدريش بس قد كده بحاول أكون يعني ما قدرش أقول خضرة زي ما كنت لأن تجارب الحياة ما بتخليكيش خضرة لكن بتخليكي تقدري تميزي فاتفرقي بين الحاجة اللي دمها تقيل في حياتك والحاجة اللي انت حباها لو دورنا النهار ده في صورك صور ناس عمرها ما بتسيب شمتتك أبدا مين هم؟ مبحوش صور خالص ليه؟ عشان معرفش أنا مبحوش صور خالص في شمتتي ولا في محفظتي ممكن تلاقي صورة بطاقة زيادة ولا حاجة لكن أكتر من كده مش هتلاقي بس ممكن تلاقي صورة ياسين ممكن تلاقي مصحف ممكن تلاقي الحاجات اللي بارها ممكن تلاقي سبحتي ممكن كده يعني صورة مصر عمرك ما بتليها من دماغك أحلى صورة بتحبيها لمصر يا حبيبتي أنا بحب مصر بكل حالتها بحب أهراماتها بحب تاريخها بحب نيلها بحب شعبها بحب بس بتمنى بتمنى أنه الألوان الغريبة اللي بتدهن في العمارات تتغير صراحة لأن الألوان وحشة قوي ده بس اللي اشتاوي هنا والزبالة والتراب يعني بسي احنا شلنا زرع كتير قوي من عندنا أشجار قديمة الكبيرة العجوزة الكبيرة الأوكتريز القديمة دي دي مهمة جدا دي تشالت احنا كان عندنا كنز الشجر اللي على النيل الكورنيش نفسه والنيل كان فيه شجر عليه وكان فيه اللي هي الشجرة دي هات اللي كلها نازلة في النيل على الأرض دي هات مش عارف اسمها ايه بس جميلة شكلها كأنه واحدة زد بتخسل شعرها يعني الخضرة بقت قليلة قوي عندنا والخضر ده هو اللي بيعمل الأكسجين هو اللي بيخلينا نتنفس هو الحياة فاحنا لازم نرجع الشجر والخضرة والنخل والزرع أكتر ايه اللي كمان بتفكر انه لازم يرجع لنفسية المصريين ايه اللي يرجع تاني الصورة اللي احنا كنا متعودين عليها كشعب طول عمر مصر فيها الغني والفق بس زمان الغني كان يخسل الجلبية ويستنيها ويلبسها بتشف وترف تبقى زي الفق ايه اللي جرالنا على فكرة النظافة مالهاش علاقة بالفقر في ناس أغنية مالهاش علاقة بالنظافة فيعني عشان كده بس بقول فتكش ان احنا بنتكلم على فئة معينة انا بتكلم على ان النظافة ربنا خلقها جزء من الإيمان فالنظافة دي لابد انها تكون موجودة فينا تبقى جزء من حياتنا عشان نحافظ على صحتنا ونحافظ على النعم لربنا دهالنا بسي مفيش حد بيشتغل عشان ياخد جايزة لكن لما بياخد الجايزة بيفرح وبينساها أول ما يروح البيت صدقيني مش عشان حاجة بيفكر في اللي بعده على طول انت ما توقفيش عند جايزة واحدة في حياتي ما ينفعش تنتهي لو يقفت عند جايزة لو استنيت عشان تاخدي الجايزة ولا تقولي انا مأخدتش الجايزة دي ليه ولا انا لو كنت أستحق الجايزة دي خلصت أما اللي بيفرق دايما معاك تكون في الشنطة موبايلات يفرقوا معايا جدا لأيه لو عايزة حاجة هكلم ماما وحسأل على أمي وحسأل على جوزي وحسأل على البيت وحشوف عايزين حاجة ولا لأ كده يعني بس موبايلاتي بتفرق معايا علشان بس لو احتاجت حاجة ألاقيها يعني عندي فاسيليتي كده الشماعة اللي تخلصتي منها فورا عشان ما تبقاش في شنطتك وتضايقك الشماعة يعني اللي بيضايقني مرات انه فيه ناس كده هو تكذابة وانا بعمل الدور ده على فكر السنة دي يعني فيه ناس بتديكي حقيقنا صدقة جدا بسيها كذابة جدا وفيه ناس كتير موجودين كده في حياتنا مش عارف ايه الموديل الجديد اللي طالع ده وبياخدوا دايما أعذار علشان يبرروا بيها شمعيتهم يعني للكد آآ آآ دايما كده بقى يعني ودي الشخصية لنا تقريبا بنتكلم عنهم في المسلسل الجديد ما انت في شنطتك السنة دي خيط حرير صح؟ في شنطتي خيط حرير عشان أموت بي فعلا أنه هو دور شرير ولا إيه؟ لا لا دور دور مش بتواقع وجديد جدا علي وانا عمري ما عملته لكن الحقيقة الحقيقة ميزة الدور ده هو إنه هو من واقع الحياة مش متألف آآ ممكن يبقى فيه بعض الأحداث خرج عن إطار الحياة يعني بتاعنا لكن بتحصل بتحصل مع ناس وناس إنما الشخصية دي فيه ناس كتيرة قوي قوي في حياتنا شبه وده خطر هتقول لنا تفاصيل شوية ملا حاجة تقعدي تتفرجي وبعدين تكلميني ده أكيد آخر حاجة عايز أطلبها منك هي رسالة لكل نون بتسمعك دلوقتي تقول لها إيه؟ نون هقول لكل ست أنت أم عظيمة ومرأة قوية وصمدة وصبورة وبتضحي بتضحي عشان أغلى الناس حواليك ما تستسلميش وقوعك تفتكر أنك أنت هتكوني مقهورة لو أنت عايشة في عصر زكوري زي ما بيتقال مع أن أنا مش حاسة بدا خالص صراحة يعني أنا في بعض الناس بتحس بدا لكن أنا ما بحسش بدا خالص بقول لك يا أجدع ستة مصرية أنت عملتي حاجات كتيرة جدا بإرادتك بصبرك بصمودك بصبرك لو كنت فقدتي ابن وراح شهيد بصبرك على أي تعب بتمر بيه بصمودك بقوتك بجرأتك أنت قوية جدا جدا استمري في قوتك بس ما نفتريش أحنا منفتري لا صمح الله مرات ولا يلا يعني يعني يا حبة كده ما إحنا برضو ستات بحجم ما إحنا شايلين يعني أيوة ما إحنا شايلين بس يعني ما نفتريش أهم حاجة ما نفتريش أنا مش قادر أعبر لك عن ساعاتي قدية أن أنا معاكي النهاردة وأن أنا بصة في عينيك الجميلة وشايفاكي منوراني قوي 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 مرسي إحنا اللي بنشكرك جدا ونورتي إذاعة ميجا أفقام كلها آخر حاجة تقوليها للمستمعين بحبوكو من قلبي بحبوكو ربنا يحفظ مصر وينصرها على كل أعداءها اللي في الخارج ولي في الداخل الدنيا فرح هم نجاح وهزيمة حملة قيل ولو فكرت مين اللي يقدر يشيل حملة دنيا كلها ولا يتعبش دور على نون ترجمة نانسي قنقر